بسم الله الصلاة والسلام على الرسول الله. اهلا بكم من جديد معكم احمد الجرنوسي وان شاء الله النهاردة نشوف مع بعض شرح وتحميل برنامج يوتيوب جو للاندرويد. طبعا التطبيق اعلنت عنه جوجل في المؤتمر بتاعه اللي كان في الهند من كم يوم واللي كانت بتحتفل فيه بمرور تمنتاشر سنة على انشاء محرك البحث جوجل. ويوتيوب طبعا تابع لجوجل. فجوجل قررت تعمل تطبيق لليوتيوب تطبيق اللي واحده كده تطبيق اسمه ووظيفة التطبيق ده باختصار انه بيسهل على الناس اللي عندهم اتصال بالانترنت آآ بيكون ضعيف مسلا واللي ما بيقدروش يتفرجوا على الفيديوهات فيتفرجوا عليها بجودة اقل يعني زي ما احنا بنقول كده احسن مما فيش. التطبيق قدامنا هو مش متاح دلوقتي في كل الدول ولكن متاح في الهند آآ ورابط التطبيق هسيبه لكم موجود في الوصف اللي تحت الفيديو على طول ان شاء الله وكمان كنت عملت عنه موضوع كامل من حوالي شهرين او اكتر آآ من خلال موقع تكنو عربي والبرنامج تم اصدار رسميا زي احنا شافين ده التطبيق لما بتيجي تشغل اي آآ فيديو يعني لو جينا على الفيديو ده كده فزي احنا شافين حتى بيعرض لك صور من الفيديو قبل ما تشوفه واللي بتلاحظوا ان جودة الفيديو قليلة وكمان بيدي لك هنا فيه عندك البيزيك كواليتي والستاندرد كواليتي هي اقل جودة موجودة للفيديو ده فالفيديو ده اصلا اتش دي لكن هو مخليه تخيل ستة ميجا فاصلة اربعة بس يعني احنا بتتفرج على حاجة يعني لو جيتها ندوس دلوقتي بليه فازي احنا شافين ده الفيديو اهو بيشتغل على اقل جودة ممكنة يعني انت بتشوف الفيديو احسن ما تشوفهوش خالص او آآ بدل ما يفضل يقطع ويشتغل معاك طيب لو حابب تحفظ الفيديو لاحز لما جينا ندوس عليه كده ظهر لك فيه تحت فيه فسيف هنا يحفظه اللي هي الجودة العادية اللي هي زي ما تقول معقولة كده فتختار الجودة اللي انت عايزة طبعا لو انت ضعيف جدا جدا بتختار وبعد كده بتدوس على سيف لو عاوس تسيف الفيديو ده تعالوا نجرب كده مع بعض نسيف الفيديو ده فتخيل معايا كده فيديو مدته اكبر من اربعتاشر دقيقة يعني حوالي ربع ساعة وتقدر تسيفه بحجم ستة ميجا بس وزي ما قلت البرنامج هيكون مفيد جدا جدا للناس اللي هي اصحاب بقى بقاتل الانترنت الضعيف او اللي اتصال الضعيف لانترنت او لما بتكون في مكان ان انت فيه ضعيف واحد منزل فيديو وانت حابب تتفرج عليه فبدل ما بتشوفوش خلص بتشوفو بقى اللي جودة ممكنة طبعا التطبيق لسه مش متاح في بعض الدول ولكن اسيب لكم لينك البرنامج يوتيوب علشان تحملوه تثبتوه على الموبايل وبعد ما بيخلص الفيديو فهي الواجهة الرأسية للبرنامج اللي هم هنا دي فيها الفيديوهات اللي هي الاساسية او الفيديوهات اللي في الشاشة الرأسية لليوتيوب ومن هنا طبعا تقدر تبحث عن القناة او الفيديو اللي انت عاوزه وسيف دي هنا القائمة اللي فيها الفيديوهات اللي انت تقدر تشوفها وانت ما عندكش اتصال بالانترنت فهنا دولتي هاجي هافصل النت ويهاجي اشغل الفيديو اللي انا نزلت او مدته اربعتاشر دقيقة وستة تلاتين ثانية وحجمه ستة ميجا بس واربعة من عشرة لو جيت اشغاله كده فازا احنا شايفين ادي الفيديو حتى كمان ظهر لي الفيديوهات المقترحة برضو تحت الفيديو مع ان ما فيش اتصال بالانترنت فدي الميزة الرأسية للبرنامج انك تقدر تحفظ الفيديوهات وتشوفها في وضع عدم الاتصال بالانترنت او انك تشوف الفيديو لو كانت اشارة النت عندك ضعيفة او في مكان ما فيوش شبكة او الشبكة بتروح وتيجي زي عندنا في مصر في ملحوظة بس حابي قولها قبل ما اختم الفيديو ان لو التطبيق مرضيش يتثبت عندك بيجي لك رسالة كده فلازم ساعتها اتفعل خيار اسمه تثبيت التطبيقات من مصادر غير معروفة ده بيكون موجود في آآ وهسيب لكم الرابط تحت الفيديو لتفعيل الميزة دي للناس اللي هي ممكن توجهها المشكلة دي في انه يثبت البرنامج ده بكل وساطة كان شرح برنامج يوتيوب جو وازاي تقدر تسفيد منه يا ريت في الاخر وانستشد عامني بانك تعمل لايك للفيديو سبسكراب او شارك للقناة الاول مرة تشوف الفيديو من خلال قناة احمد الجرنوسي وكمان فعل رمز الجرس الموجود جانب زرار الاشتراك علشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بنزله على القناة ان شاء الله اللي موجودة على انستجرام والفيسبوك هسيب لكم كل الرابط دي موجودة تحت الفيديو كمان تزور موقعنا موقع تكنو عربي بنزل لليه اجدد البرنامج والشرحات وحلول المشاكل خاصة بالكمبوتر وموبايل سواء كان اندرويدا وايو اس واشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله كان معكم احمد الجرنوسي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته